موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا اليوم إن شاء الله مع درس آخر من دروسه شرح نظم الآجرومية سنأخذ اليوم إن شاء الله درسان المفعول لأجله والمفعول معه هما درسان بسيطة مازلنا أيضا في منصوبات الأسما وفي المحفاعل أخذنا المفعول به المفعول فيه لضرف الزمن وضرف المكان والمفعول المطلق اليوم المفعول لأجله ويسمى المفعول له أيضا والمفعول معه ما هو المفعول لأجله انظر مفعول لأجله يعني فعنا فعل لأجله كذا قال الناظم وهو الذي جاء بيانا لسبب كينونات العامل فيه وانتصب يعني جاء بيانا لسبب القيام بالفعل ويأتي منصوب إذن ما هو المفعول لأجله هو مصدر منصوب يذكر بيانا لسبب وقوع الفعل سافرت إلى مكة رغبة رغبة في الحج الله عز وجل يقول قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذن لأمسكتم خشية الإنفاق خشية الإنفاق زين ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله لأجل مرضات الله يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت إذن هذه كلها أمثلة للمفعول لأجله ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم لاحظ حذر رغبة خشية ابتغاء حسد هذه المصادر تصدر من ماذا تصدر من القلب تصدر من القلب حبا كرها بغضا خشية رغبة رهبة طماعا احتراما تقديرا حذرا جبنا تأديبا حسدا هذه كلها تصدر من القلب إذن المفعول لأجله ما هو هو المصدر القلبي المنصوب الذي يذكر بيان لسبب وقوع الفعل طيب كيف نعرفه؟ كيف نعرفه؟ عن المفعول به نعرفه بالسؤال بماذا؟ اشترى محمد الماذا كتابا نفعول لأجله نسأل السؤال مثلا الحال نسأل عنه بكيف نفعول لأجله نسأل عنه بماذا؟ نسأل عنه بلماذا؟ لماذا؟ علامة المفعول لأجله صحة وقوعه جوابا عن سؤال بلماذا؟ كقمت إجلالا لهذا الحبر الحبر والواسع في العلم حبر ولعلمك أي كلمة فيها حرف الحاء والباء والرا تدل على السئة حبر واسع في العلم بحر يعني واسع رحب صدر رحب واسع إلى غير ذلك كقمت إجلالا لهذا الحبر لماذا قمت؟ إجلالا ها سألت عنه بلماذا؟ وزرت أحمد ابتغاء البر لماذا زرت أحمد؟ ابتغاء البر إذن زرت أحمد فعل وفعل وهذه مفعول به ابتغاء تقول مفعول لأجله منصوب على منصب الفتح الظاهر على آخره إجلالا مفعول قلت مفعول به مفعول لأجله منصوب على منصب الفتح الظاهر على آخره إجلالا مفعول لأجله منصوب على منصب الفتح الظاهر على آخره خفضت صوتي احتراما لأبي لماذا خفضت صوتي احتراما لأبي؟ إذن احتراما مفعول لأجله بسيط جدا المفعول لأجله باب المفعول لأجله وهو الذي جاء بيانا لسبب كي نونات العامل فيه وانتصب كقمت إجلالا لهذا الحبري وزرت أحمد ابتغاء البر طيب هذا المفعول لأجله المفعول معه ما هو المفعول معه يعني فعلنا الشيء بمعية شيء آخر وهو اسم انتصب بعد واوي معية في قول كل راوي نحو أتى الأمير والجيش قباء وسار زيد والطريقة هربا طيب قال باب المفعول معه وهو اسم انتصب بعد واوي معية في قول كل راوي ما هو المفعول معه هو اسم فضلة يعني زاعد على أركان الجملة مسبوق بواو مسبوق بواو هذه الواو بمعنى معه يعني يمكن أن تحذف هذه الواوة تضع معه لكن الشرط ما هو أنه مثلا عندك الجملة ثم عندك الواو ثم يأتي المفعول معه يشترط في هذه الجملة أن تحتوي على فعل أو اسم فيه معنى الفعل هذا الاسم الذي فيه معنى الفعل مثلا يكون اسم فاعل اسم مفعول ولا مصدر اسم فاعل اسم مفعول أو مصدر نحو أعطاك أمثيلة هنا في قول كل راوين يعني أنه علماء اللغة يعني اجمعوا على أن المفعول به المفعول معه منصوب منصوب نحو أتى الأمير والجيش قباء قباء يعني قباء مكان قريب من المدينة من المدينة منورة أتى الأمير مع الجيش هنا أنظر سبقها فعل جملة التي قبلها يعني فيها فعل أتى الأمير والجيش قباء الأمير مع الجيش وسار زيد وسار زيد والطريقة يعني هذا الطريق سار زيد مع الطريق هاربا قولوا سرنا والقمر يعني نحن نسير والقمر معنا أنا بتقدير مع هاربا هذا لما يكون الفعل سأعطيك مثال علي إسم الفاعل مثلا أنا سائر أنا سائر هذا إسم فاعل وطلوع الشمس وطلوع الشمس وطلوع الشمس يعني مع طلوع الشمس مثلا اسم المفعول مثل المفعول السيارة مثلا السيارة متروكة انظر متروك مفعول والسائقة يعني مع السائق مثال المصدر مثال المصدر مثلا يعجبني سائر يسير سيرا سيرك وطلوع الشمس يعجبني سيرك وطلوع الشمس إذن هذا هو المفعول معه يمكنك أن تقدر هذه الواو بمعنى معه يشتوى أن يكون قبلها الجملة التي قبلها هذه الواو فعل أو اسم يعمل عمل الفعل اسم الفاعل اسم مفعول المصدر إلى غير ذلك طيب الآن أكملنا المفاعل سأرخصها لك في بيت شعري سأرخصها لك في بيت شعري هذا البيت هو ضربته ضربا أبا زيد غدات أتى وجئت والنيلة خوفا من عتابك لي طيب يلا شوف ضربت ضربا انظر مصدر منصوب بعد فعله من لفظه هذا مفعول مطلق ضربت ماذا أبا هذا مفعول به أبا زيد غدات هذا مفعول فيه ضرف زمان وجئت والنيلة مع النيلة وجئت والنيلة هذا مفعول معه لماذا خوفا من عتابك لي هذا مفعول لأجله إذن هذا بيت جمع لك المفعيل الخمسة ضربت ضربا أبا زيد غدات أتى وجئت والنيلة خوفا من عتابك لي هكذا بقي لنا درس وحيث سنتمه غدا إن شاء الله وهو باب مخفوضات الأسماء هو درس بسيط بسيط جدا نعم سنتمه بإذن الله غدا جزاكم الله خيرا بارك الله فيكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة